أما البقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة ننتظر بحول الله ارتراب جوي سيزداد نشاط خلال الأمسية على المناطق الغربية على السوحل حتى على المرتفعات أمطار شكل زخاطر عدية تساقط لثلوج كذلك على القمم الجبلية الغربية أجواء متقلبة على المناطق الوسطى والشرقية نفس الأجواء وهذا على منطقة الوحاد سحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب درجات الحرارة في استقرار خاصة على المرتفعات ستعرف طارها جواء أما خلال نهاية الأسبوع الأمطار ستلتحق على المناطق الوسطى على شكل زخاط على السوحل وكذلك المرتفعات الداخلية أجواء غائمة كذلك على المناطق الشرقية وأجواء مستقرة على الجنوب خلال بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في الأجواء ستستقر تقريبا على كافة المناطق الشمالية السحلة وحتى على المرتفعات الداخلية حتى على المناطق الجنوبية درجات الحرارة دائما مستقرة تترهما بين 12 إلى 20 درجات على الوجهة الشمالية وما بين 15 إلى 20 درجة على المناطق الجنوبية وقت غروب الشمس ليوم الغد الفاتح من شهر ديسمبر على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة 32 دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمان الله